ولسه فيه إطار حديثنا حول الانتخابات الجمهورية الجديدة ومسألة الاستقرار السياسي بشكلها محضرتك قبل ما نطلع الفصل كنا بنتكلم على أنه إحنا فيه عندنا أربع مرشحين بأربع اتجاهات أربع أيديولوجيات على ما يبدو في نهاية الكل زبا حدك ذكرت في بداية الحديث الكل من مجموعة 30 يونيو 36 2013 وفيه النحية الثانية فيه خط مواجهة طب أنا هنا ممكن يبقى فيه عندي السؤال هل الانتخابات دي أقدر أقول أنها مختلفة عن انتخابات 14 و 18 مش بس في الداخل لكن أيضا أمام عواصم القرار أمام العواصم الكبيرة العواصم اللي بتشترك معنا في بعض الملفات أو بتقود أيضا في بعض الأحوال ملفات أخرى يعني هي طبعا مختلفة في جانب أساسي أنه يعني والانتخابات شغالة في أزمة دولية كبرى في فلسطين في غزة ويعني مش مجاملة ومش بقول الكلام ده لأننا يعني مصري ولكن كل دول العالم بتتطلع للدور المصري في هذه الأزمة بدءا من موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى الموضوع الخاص بالهدن الإنسانية وتبادل الأسرة والرهائل مصر كان لها دور كبير جدا فيه إلى المسألة الكبرى اللي قد تواجهنا بعد يعني أسابيع أو شهور وهي مسألة اليوم التالي في غزة كيف يتم إدارة غزة كخدمات كتعليم كصحة كأمن سيناريو ما بعد المعركة سيناريو ما بعد المعركة وأيضا مسألة اللي في غاية الأهمية واللي مصر بالتأكيد يعني هيبقى ليها دور أساسي مسألة أمن غزة مسألة حدود غزة ومن يتولى تأمين هذه الحدود فالانتخابات بتتم يعني في هذا السياق المصر الحقيقة لها دور كبير جدا فيه وأيضا الانتخابات بتأتي يعني بعد عدد من الأزمات الكبرى اللي شهادها العالم وأثرت علينا بدءا من الكورونا ثم أوكرانيا ثم الآن غزة اللي كان لها يعني تبعت علينا على الأقل من الناحية الاقتصادية لأنه اقتصادنا كجزء من حركة العالمة اللي موجودة في العالم مرتبط باقتصاديات العالم في الصادرات وفي الواردات وبالتالي لما بيبقى فيه تضخم في العالم هذا التضخم بيتم تصديره إليك لما بيبقى فيه حالة اضطراب وعدم استقرار في المنطقة زي ما احنا شايفين دلوقتي مؤكد بيؤثر على دخلك من السياحة فاللي عايزة أقوله أنه الانتخابات بتتم في إطار عدد من التحديات الكبرى ولكنها أيضا تتيح مجموعة من الفرص مرتبطة بدور مصر الإقليمي اللي لا يمكن الاستخناء عنه سواء في أزمة غزة أو غيرها من الأزمات الأخرى طيب في إطار أنه هناك تحديات وهناك فرص وفي إطار كل التحديات بقى الكتير اللي حواليها يعني عندي ما بين الكورونا وصولا لأوكرانيا ذهابا إلى الحرب في فلسطين وعندي في الناحية الغربية ما قدرش أوصف الوضع الليبي بأنه الوضع المستقر وعندي ما يحدث في السودان وزي ما بيستخدموا كده وما قدرانا بما يحدث في السودان دي تحديات مهولة جزء منها عالمي وجزء منها إقليمي فرص المرشحين الأربع أيا كان مين اللي هيفوز إزاي هيقدر يخرج من مرحلة مجرد الاستقرار إلى المزيد من الإصلاح أو التقدم يعني طبعا التعامل مع هذه الأزمات وخاصة الأزمات الإقليمية يعني محتاجة خصائص معينة للقيادة محتاجة خبرات معينة أنا عايز بس أرجح حتى قبل ما أتكلم على المرشحين الأربعة تخيل إنه لو ما كانش حصل 30 يونيو وأنتخيل إنه طيار الإسلام السياسي هو الحاكم الآن في مصر يعني موقف مصر من أزمة غزة كان هيبقى الزي كان زمانا منخرطين حتى الثمالة في الحرب بالضبط يعني كان هيبقى تورط ومغامرات مسألة الأمن القومي المصري والمصلحة الوطنية المصرية ما كانتش هتبقى في الزهن على الإطلاق بالإضافة طبعا يعني حالة الفوضى وعدم الاستقرار اللي كانت موجودة في الفاترة وعمل المؤتمر دعم سوريا ولبيك سوريا وإحنا جيين بالضبط بالضبط فالحقيقة يعني فعلا يعني مصر من الدول القليلة إلا يعني كل حدودها مشتعلة بدأت بليبيا ثم السودان والآن غزة فمحتاجة يعني الاهتمام بهذه الملفات بشكل حكيم وبشكل رشيد بحيث لا تؤثر على الملف الأساسي اللي هو ملف التنمية يعني أي قيادة في العالم الاهتمامها الأساسي هو الداخل هو البناء هو التنمية الاقتصادية هو تقديم الخدمات أحيانا الأزمات الخارجية دي يعني بتمثل نوع من اللي بنسميه الإغواء بالتدخل طب ليه أنا ما تدخلش في الأزمة دي طبعا هذا النوع من التفكير لما دولة بتقع فيه بيبقى صعب جدا أنك تخرج منه وأنا بتكلمش حتى دول بحجم مصر ولكن دول زي الولايات المتحدة لما دخلت في أفغانستان أو العراق أو في اتنام أو في اتنام زمان آه بالضبط بتخش فيه مستنقع لا تستطيع الهروج منه والهدف بتاعك بيضيعه وبالتأكيد بتؤثر على أوضاعك الداخلة فالتعامل مع هذه الأزمات الحقيقة محتاجة يعني قيادة هادئة ورشيدة وصاحبة خبرة وقيادة بتضع يعني أمام عينها دائماً الداخل وقضايا الداخل والاهتمام بالداخل وأن هذه القضايا الخارجية لا يجب أن تؤثر على استمرارية عملية البناء والاستقرار الداخل